المسيحية فالمسيحية مش مجرد امتناع او شيء سلبي عن الخطأ المسيحية هي اكثر من هيك عمل ارادة عمل ممسوح بقوة حضور الله في حياتي اللي بتدفعني اللي بتقودني انه اساعد الاخرين بغض النظر بتعرفوا يعني في كتير ناس بتساعدوهم وكمان بيعتبروها نوع من الفهلوة نوع من الزكاة انا اضحكت على شخص مسيحي اضحكت عليه اخدت مصرياته بينسى انه الرب شايف وانه بهذا العمل عم بتقود نفسك الى جهنم اوعك تفكر انه الله بصيغ ديانة خارجة عن تعليم العهد الجديد امشى على تعليم يسوع المسيح بتعيش سمى على الارض الفردوس اللي كل انسان بيصليله من سلام من محبة من فرح من حضور الله على الارض من الخير من البركة حتى يزول الفقر والبؤس والظلمة ويزول اليأس والجهل والعمل روحي يزول العنف والفوضى والفساد يزول المجتمعات يعني اللي عايش بفساد اخلاقي لان البر يرفع شأن الامة وعار الشعوب الخطيئة مرة تانية انا بناشد كل مشاهد سواء انت في مركز في منصب سياسي او اجتماعي ابتدأ انك انت تكون مثل يمكن تطبق القاعدة الذهبية الفضية معقول لكن عشان تطبق القاعدة الذهبية الخطوة الاعمق انت تحتاج الى مساعدة الرب مكتوب واما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يسيروا اولاد الله فاللي بيطبق القاعدة الذهبية هو الشخص اللي اختبر يسوع المسيح اختبر غفران المسيح خلاص المسيح والحياء الابدية صار عندي حب انه اتشبه بيسوع المسيح صار عندي حب امارس اعمال المسيح صار عندي حب اقوم باعمال المسيح صار عندي حب انه اكون اظهر للمجتمع كأنه انا مسيح صغير موسي blurry موسيح 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 اشتركوا في القناة